أفادت مديرية الموارد المائية في البصرة بارتفاع مناسب شط العرب إلى مستويات وصفتها بالكبير جداً وغير المسبوقة منذ أكثر من عشرين عاماً موضحاً أن ارتفاع المناسب في شط العرب إلى 195 سنتمتراً في الوقت الحاضر فيما كان ارتفاع المناسب يسجل في شط العرب خلال الظروف الاعتيادية 110 سنتمترات فقط وقال مدير عام المديرية مفيد عبد الزهرة أن تلك الكميات من المياه الواصلة لمركز المدينة يقابلها مياه المد العالية يرافقها الرياح الشرقية ما يؤدي إلى إعادة تلك الإطلاقات إلى مركز البصرة بدلاً من ذهابها باتجاه البحر